السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بالف خير النهاردة ان شاء الله انا جايب لكم نزام رجيم جميل جدا جدا هتخسي كيلو في اليوم شوفي محتاجة تخسي من وزنك قد ايه وان شاء الله هتنزليهم قبل ما ندخل على الفيديو اتمنى تعمليلي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد قبل ما نبدأ نزام الدايت وننفزه على نفسنا تازم نبقى ما عندناش اي موانع صحية وعندنا اي عواقب صحية وعايزين نطبق النظام لان النظام بيخسسنا كيلو في اليوم نعمل ايه نرجع للطبيب بتاعنا ونسأله هل النظام ده لو انا نفسته عليها هيبقى فيه ضرر ولا لا وساعتها هتقدري ان انت تعملي الرجيم ولا لا طيب الرجيم ده عبارة عن ايه الرجيم ده اسمه الرجيم السحري لاني فعلا هينزلنا كيلو في اليوم شوفي بقى محتاجة تنزلي من وزنك قد ايه وان شاء الله هتنزليهم الرجيم ده يا جماعة بصراحة اسمه الرجيم السحري المنكز اللي هو هيخسسنا فترة قليلة ويلا بينا نشوف هنعمل ايه عشان ما طولش عليكم الفيديو اول حاجة هعملها اول ما اصحى من النوم هجيب كباية مية فترة يعني دافية وهي هشربها وبعديها بعشر دقايق هجيب كباية مية تانية دافية وهضيف معلقة واحدة صغيرة من عسل النحل ده بيعمل ايه ده بيعمل لدوكس للجسم اول ما باصحى من النوم بيخليني احرق وكمان باخد منه الطاقة بتاعت اللازمة على مدار اليوم تمام كده حطيت معلقة العسل هجيب نص لامونة وهعصرها في الكباية طيب انا عندي مشاكل صحية من اللامون هعمل ايه ممكن اجيب من الصيدلية فيتامين سي نقط فيتامين سي وحط ست نقط فيتامين سي وقلب واشرب الكباية اللي هي بمعلقة العسل والمية طبعا بتبقى دافية ونص لامونة خلاص كده بعد نص ساعة بعد مشرب المشروب بتاعي بعديها بنص ساعة هبتدي اعمل الفطار بتاعي هو عبارة عن قهوة بلبن انا ليه على مدار اليوم تلتين كباية من اللبن لغاية نص كباية مش اكتر من كده على مدار اليوم هنوزحهم بقى في قهوة بلبن في اي مشروب تحب تشربيه بس افضل حاجة القهوة شربنا القهوة بتاعتنا الفطار بتاعنا بقى هنفطر ايه هنفطر اتنين بيضة مصلوقة وكمان خيار او جرجير او ممكن الخيار والجرجير والخص ممكن نضيف ايه تاني مع الفطار هنضيف كتعة جبنة قريش يبقى الفطار بتاعنا عبارة عن اتنين بيضة مصلوقة وكتعة جبنة قريش والخضار المسموح اللي احنا ممكن ناكله جرجير خيار الخص البلدي ده كده الفطار بتاعنا وطبعا ممنوع السكر والنشويات احنا خلاص خدنا السكر في معلقة العسل اللي احنا خدناها على كوباية المية الضفية ده كده يا جماعة الغداء بتاعي الغداء بتاعي عبارة عن سماكية وهنعملها بطريقة صحية جدا جدا وهقول لكم برضو على الخضار المسموح انا جبت طاجن وحطيت عليه شريح من البرتقان هقول لكم ليه عشان احافظ على السمكة بتاعتي لما تيجي تستوي اعرف اطلحها بكل سهولة وكمان ما تنشافش مني تمام كده انا فتحت السمكة سنجاري زي ما انتم شايفينها كده هندبلها ازاي بقى هندبلها بفلفل انا عاملة هريسة شطة يا جماعة عبارة عن فلفل وتوم طبعا الهريسة انا عاملها ما فيهاش اي دهون ما فيهاش زيت خالص وحطيت عليها ملح وكمون زي ما انتم شايفين كده لاني انا مش عايزة اي دهون تدخل في خلال الايام اللي احنا هنعمل فيها اطلطة وبعدين قلبت التدبيلة بتاعتي وببتدي دلوقتي ادبل السمك بتاعي انا عايزة ااكل السمك بتاعي طعمه حلو وفي نفس الوقت ابقى حبة الرجيم اللي انا بعمله تمام كده انا هدبله من كل الجوانب بتاعت السمك زي ما انتم شايفين السمك في اي نوع من الضيت ممتاز في نزول الوزن بجد يا جماعة عن تجربة النظام ده انا عملته فعلا كنت بنزل كيلو في اليوم الخضار المسموح كمان اللي احنا ممكن نضيفه على السمك كرفس وفلفل مش هنضيف بصل مش هنضيف طماطم مش هنضيف جزر عشان طبعا عايزين ننزل كيلو في اليوم وهاخد من التدبيلة بتاعتي وحطتها على الكرفس اللي انا عمليه ده بالفلفل تمام وخلطتهم مع بعض ودلوقتي بحط التدبيلة بتاعتي كلها على السمك من فوق الخضار اللي انتم شايفينه ده عبارة عن كرفس وفلفل اغضر وفلفل حامي جمان طيب انا اكلت اول يوم سمك ومش حابة ان انا اكمل تلات ايام هعمل ايه؟ لان النظام ده هنمشي عليه تلات ايام ممكن تبدلي بتونة او مشرو تعمليه بطريقة صحية من غير دهون خرص تمام خلاص كده حطيت التدبيلة بتاعتي اللي تفتح النفس هحط بقى عليها اه الخلطة بتاعتي برضو اللي انا عاملها اللي هي التدبيلة بتاعتي الشطة تمام بضيف كده واخر حاجة هعصر اللمون بتاعي انا عايز اقول لكم اللمون ده فيتامين سي بيقعد اربع ساعات في الجسم ويخلص لازم نجدد على طول لازم طول الوقت يبقى في جسمنا فيتامين سي تمام فخلاص بقى انا بزين الطبق بتاعي عشان يبقى شكله حلو عشان حبق الضيط اللي انا اعمله لازم اكل الاكل بتاعي وانا راضي عنه تمام كده خلاص يا جماعة انا دبلت السمج بتاعي اللي شكله اصلا يفتح النفس ما حطيتش اي مادة دهنية فيه حطيت شرايح برطقان من تحت علشان لما يستوي نعرف نطلع السمكية بتاعتنا متحافظ عليها مش نشفة وكمان اه تبقى سليمة وكده يا جماعة بعد ما السمك بتاعي خلاص اه استوى قعد بالزبط في الفرن حوالي ربع ساعة الخضرة المسموحة او الخضار المسموح اللي انا هاكله زي ما قلت لكم طبق كبير من الجرجير والخيار او الخاص البلد بتاعنا وهو ده الغدى بتاعي دلوقتي انا بشوف السمكة بتاعتي استويت ولا لأ ما شاء الله بصوا مستوية اهي بصوا كده يا جماعة الغدى بتاعي واهم حاجة شرب الماء على مدار اليوم هنيجي للعشا العشا بتاعي عبارة عن زبدايا كبيرة لايت او كتعة جبنة قريش لو انا حب اكل زبادي باللين اكل وهعصر عليه نص لمونة او ست نقط فيتامين سي طب انا مش حاب اكل زبادي هاكل كتعة جبنة قريش ممكن كمان اقطع خيار واكله مع الجبنة القريش بس اقشر القشر بتاعه تمام يبقى العشا بتاعنا كتعة جبنة قريش او زبدايا لايت بنص لمونة طيب بالنسبة للفطار انا كل يوم هفطر الفطار انا اغيره احنا ممكن نبدل ما بين الفطار والغداء مسموح ان احنا ناكل الغداء مكان الفطار وهي الفطار مكان الغداء عادي جدا وممكن برضو ننوع في الغداء نفسه يعني ممكن ناكل سمك او تونة او مشروم معمول بطريقة صحية هم دول التلات انواع اللي ممكن ان احنا نبدل بينهم وزي ما قلتلكم اهم حاجة ان احنا نشرب مية كتير على مدار اليوم بمعدل كوباية كل ساعة النظام ده جماعة معتمد اعتماد كبير جدا جدا على نسبة البروتينات اللي هي هتساعدنا في نزول الوزن النظام ده هنمشي عليه لمدة 3 ايام وبعدها هنرجع لنظام الضيت بتاعنا العادي جدا وان شاء الله هعمل لكم مشروبات كتيرة هتساعدكم في نزول الوزن وكمان هتعلي معدل الحرق في الجسم بتاعكم اتمنى كون قدرت اقفتكم في الفيديو ده وان شاء الله تجربوا النظام واللي جرب ياريت يكتب لي في الكومنتات عشان غيركم يستفيد واتمنى كمان يا حبايب قلبي ترفعوا الفيديو ده وتعلوه في المشاهدات وما تنسوش اللايك لان اللايك مهم جدا للفيديو بيرفع الفيديو في محركات البحث وعايزين كلنا نستفيد ونشجع بعض عشان ننزل في الوزن ونوصل ان شاء الله للوزن المثالي ان شاء الله النتيجة هتعجبكم وهتبقوا مطسطين من الضيط ده لاني انا جربت وكنت فعلا بنزل كيلو في اليوم اي نظام بنزله انا بجربه على نفس الاول وبعدين لما بلاقي نتيجة بنزله عشان انتو تستفيدوا فان شاء الله كلكم تستفيدوا ويلا نشجع بعض وننزل ونوصل للمثالي مع بعض حبايب قلبي لو عندكم اي سؤال عايزين تسألوه اكتبوه في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم باي باي